موسيقى أحبتي أصدقاء ومتابعي حكاية المنامة نفتح صفحة جديدة من صفحات حديث الذاكرة ذاكرة المنامة مع أحد الوجهاء المميزين بين فريق الدواودة ورأس رمان وكانو والحطب وحالة بن أنس وكل مناطق البحرين سيكون معنا في اللحظات التالية الوجيه حسن محمد زين العابدين فكونوا معنا مرحبا فيك سيد حسن أهلا وسهلا حياك الله بداية ونحن قبل أن ندخل في عالمك التجاري والاقتصادي نرجع إلى الوراء أيام الطفولة والصبا والدلال والحياة في فرقان المنامة القديمة بداية أين ولت السيد حسن؟ في فريق الدواودة في المنامة فريق الدواودة ليس بفريق كبير مثل الفرق الأخرى في المنامة أو في البحرين الجزء المختص بفريق المنامة بين راس رمان وبين فريق العواضية فأحنا كنا شريحة موجودة في وسط الفريقين الكبيرين العواضية وراس رمان سنتكمل وولادك؟ ألف وتسعمية واثنين واربعين البيت العود من كان يضم عند الولادة؟ البيت العود كان يضم أم أخواني وعيال وزوجة عمي وهناك بيت صغير قريب أقل من ثلاث دقايق ماشي بيت والدتي فالبيت الكبير هو البيت الكبير اللي كان في العائلتين من كان جيرانكم ذاك الوقت في الدواودة؟ والله كثيرين يعني ربما تخوني الذاكرة وما أذكر كلهم لكن بيت بيت سبت ونوح بيت علي العياض الذواودي وبيت شاهين الذواودي وبيت كثير من البيوت يعني ما أذكرهم وبيت حمد وموسى وكثيرين يعني طيب بداية الصبا بعد الولادة العادة الأطفال ذاك الوقت يعني يذهبون إلى المطوع المعلم هل دخلت هالأماكن؟ رحت فترة قليلة ما اسم المطابعة تذكرها؟ أمانة الناسي لأن الفترة لم تكن طويلة عدة أشهر وكنت صغير وأيضا أكون صريح معاك ما كنت أحب أن أروح نعم فكنت أتلبث بأعذار مختلفة حتى لا أذهب للدراسة السبب العصة الكبيرة التي كان بدون سبب تحصلهم لشطة منها لشطة أو لشطتين أيضا فالخوف كان موجود دائما فعلى هذا السبب الرئيسي ما كنت أحب أن أروح طيب الوالد شو كان شغل على ذاك الوقت و أنت صغير توقع على بداية الحياة؟ الوالد الله يرحمك كان تاجر في أي نوع من تجارة كان؟ مواد غدائية نعم والأسرة أسرتي كانت التجارة عندنا في البحرين وفي قطر وفي السعودية نعم ولازالت بعض الأملاك مشتركة عندنا في البحرين وقطر والسعودية وفي ثلاث محلات مواد غذائية إلا أن في بداية تلفزيون البحرين السبعينات في السبعينات غيرنا نوع التجارة إلى الآلات الحديثة التلفزيون الثلاجات والغسالات وغير لو في ماركة كثير من البحرينين يتذكرون تلفزيون أنديريا نعم تلفزيون أنديريا اشتهرنا به وكان تلفزيون مصنع في أمريكا إلى أن قرر الدول الخليج تغيير التلفزيون الأبيض والأسود إلى تلفزيون ملون واختاروا نظام بالوسيقام وهو نظام فرنسي ونظام ألماني فالنظام الأمريكي لا يشتغل ولا يتعامل مع هذا النظام أو النظامين وبالتالي التلفزيون التلفزيون أوتوماتيكيا أغلق لعدم وجود السوق لأن كل المحطات التلفزيونية القليجية تجهد إلى النظام الفرنسي وإلى النظام الألماني وين كان دكان الوالد ذاك الوقت؟ على زاوية الشارع ولي العهد في السوق وشارع المتنبي وما زال أو تركته؟ لا تغير الآن السوق هناك بالذات في هالحيز التغير جذري صار انبنت فيها دكاكين جدد وفوقها مباني سكنية طيب بعد حياتك في البيت وتقول المطوع كان خفيف متى دخلت المدرسة؟ دخلت المدرسة تحديداً ما أتذكر كم كان عمرك تقريبا؟ أعتقد كان عمري خمس سنوات مدرسة دخلت؟ مدرسة الغربية وهنا العجب أن أكون من سكان الدواودة والغربية بعيدة جداً صحيح تأخذنا مشي دك الأيام يعني حوالي ثلث ساعة في حين المدرسة الشرقية أقرب كانت في بداية فريق رأس رمان ولم نذهب إلى مدرسة الشرقية لماذا؟ لا أعرف السبب؟ لأن أخواني أكبر كانوا في الغربية فبالتالي دخلت أنا بعد إلى مدرسة الغربية إلى أن بعد سنتين اشتروا لنا سيكل وكأننا نركب سيارة روز رويس من الفرحة كانوا يسمونها خير لبليس السيكل والله الخيول كانت معروفة أكثر من الآن لأن كنا نرى شرطة البحرين على الخيول مستشار بلغريف يمر على الشارع العام من دوار رقم خمسة ويأتي إلى أن يروح القلعة يمر على مدرسة الغربية نسمع دقات الريل الحصان والشرطة أيضاً وراه فكنا نسمع الخيول وهي ماشية تذكر من كان مدير المدرسة الغربية أو الساتدة مرت عليه ذاكرتهم؟ أي والله تذكرهم الله يرحمهم كانوا أستاذ حسن جواد الجشي مدير وسكرتير المدرسة الله يرحمه أستاذ إبراهيم بن رجب ومن ثم أستاذ إبراهيم أيضاً صار مدير بعد ما أنا تخرج هؤلاء كانوا مدراء وبالمناسبة مرة شفت الله يرحمه أستاذ حسن جواد الجشي سلمت عليه قلت له أنا فلان الفلاني قال أهلاً قلت له أستاذ تبحتني من الطق قال شوف لو مبهى الطق ما صرت ريال فهوالطق هذه النتيجة تأخر البيت بعيد نوصل له هناك وتعرف أحياناً في شت مطر وغيره ولو عندك أسباب وجيهة إنما التأخير تأخير طيب بعد ما ملكت الدراجة الهوائية السيكل ما قمت تروح من وقت؟ بلى كان جداً بسيط شو تدربت على السيكل؟ كانت يبغي لي تدريب قبل؟ الشي الجديد في الحياة أيضاً في هالسن أنت تشتاق الشوق يخليك أن تتعلم بسرعة أو أن تتقن الشي على وجه السرعة غير إذا أعطوك شي وانت مبحب ما تهتم فيه والسيكل كان أداة من أدوات التوصيل أداة من أدوات اللعبة في السن فبالتالي تعلمت على وجه السرعة والسيكل كان يشكل واجهة اجتماعية أيضاً ووجاهة عند الإنسان عنده سيكل أمانة أنا أقول لك ذاك الوقت في سني ما كنت أعرف أنا وجاهة أو غير وجاهة أنا لكنت أعرف أن كنت مرتاح وأستطيع أن أروح بسرعة وأتقي شر العصة في تأخيرها طيب كم سنة بقيت في دراسة الغربية؟ ضليت إلى أن أنهيت المرحلة الإعدادية في نفس المدرسة؟ في نفس المدرسة يعني هل أربعة ابتدائي؟ نعم نعم كامل ست سنوات ست سنوات ثم انتقلنا إلى مدرسة الثانوية العامة اللي هنا في الثانوية المنامة نعم منامة وكانت كل القرى ومحرك كل يجون إلى هذه المدرسة كانت الوحيدة بجانبها كانت مدرسة الصناعة بس ما في مدارس ثانوية عامة ومن كان ذاك الوقت إدارة الثانوية كمدرسين ومدراء؟ غالبيتهم مصريين عدة مدراء مصريين لكن السكرتير الله يرحمه إبراهيم عالة إبراهيم من الحد هو إبراهيم والله نسيت اسم العيلة هو كان السكرتير المدرسة هل زملائك تذكرهم اللي درسوا معاك في الثانوية مثلا؟ ايه أتذكرهم الآن منهم دكتور خليل العريض دكتور الجلد صحيح إبراهيم زينة التاجر نعم والله كثيرين يعني أحب أن أذكر لك في المجتمع يعني عندهم نوع من التواجد يعني دكتور عبدالجليل الكوهجي أيضا دكتور هؤلاء كانوا يعني ما قاعد أتذكر كثيرا من أخوانك ما في أحد درس معاك أو توافق؟ درسوا هما أخواني درسوا بس ما كانوا إياي أنا من من أخوانك؟ اللي درسوا معاي عبدالقادر وابن عمي عبدالواحد بس مو في الغربية؟ مو في نفس الفتاة؟ بلا في الغربية وفي الثانوية كنتوا مع بعض؟ كنا مع بعض مش في الصف هم أكبر مني سنا فكانوا في صفوف في الصفوف على طيب بعد الثانوية درست في الخارج؟ نعم درست في القاهرة كملت الثانوية ودخلت كلية الاقتصاد وعلوم السياسية في جامعة القاهرة تخصص اقتصاد سنة كم تتذكر؟ سنة ستين واحد وستين بدأت الدراسة؟ نعم تخرجت أربعة وستين أو؟ تخرجت لا أنا رحت هناك خطة الثانوية العامة بعدين تخرجت سنة ألف وتسعمية وسبعة ستين يعني عدت الثانوية إذن هناك؟ لا ما في ثانوية عامة إذن ما يقبلون ما يقبلون وكانت سنة النكبة سبعة وستين كنت في مصر يعني بقيت من امتحانات آخر السنة وأنا كنت في الصف النهائي وجدت صباحاً الجنود يدخلون الخندق إلى الآن لا إذاعة ولا تلفزيون أعلنوا إن بدأت الحرب أنا شخصياً من كل يوم أطلع على المستشفى فعرف إن الوضع طبيعي أو غير طبيعي فوجدت إن الوضع غير طبيعي هنا أدركت بأن شيء ما حصل وبالتالي بعد ربع ساعة فتحت على العذاعة أعلنوا إن الحرب قامت وعطلت الدراسة لمدة أسبوعين أو أكثر شوية من خلصنا لم ننتظر النتائج أردنا أن نطلع لأن ظروف كانت صعبة فرجعت البحرين ظروف كانت صعبة طيب أخوي حسن أبو غسان ندخل الآن في عالمك الذي بدأته في التجارة بعد تخرجكم ورجعكم إلى البحرين قلت لي بعد السبع وستين بدأ هذا العالم كيف بدأ؟ معك أنت الخطوة الأولى طبعا الخطوة الأولى كوني ابن عائلة تجارية انضميت إلى تجارة العيلة كان الوالد موجود؟ موجود واشتغلت فيها وأخواني وعيال عمي لأن كان المحل باسم نصر الله ومحمد زين العبدين عمي نصر الله الأخ الأكبر وأبوي الصغير محمد وأيضا حجزت أن أروح أكمل دراستي الاقتصادية في إنجلترا وحجز في لندن سكول أوف اكونوميكس بسبب مرض المرحوم الوالد ومرض أخوي الكبير فاضطريت أن أبقى في المحل وأخر انضمامي إلى الدراسة لمدة ثلاثة شهر اللي يقولون لي باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية ولكن لما مارست ظليت هناك الآن تذكرت نقطة في مسار حياتي وأنا في السنة الأخيرة في الجامعة زارنا المرحوم الأستاذ يوسف أحمد شيراوي وزير التنمية ويأنا الشقة وقاعد ويأنا ودار نقاش عن مستقبل الاقتصاد في البحرين وبعد فترة عندما ودعنا قال لي لما ترجع البحرين زورني وبيك أنا فرجعت البحرين ورح تسلمت عليه بعد فترة طويلة أم لا؟ بعد سبوع مش فترة فقال لي أنا بيك تشتغل معي فقلت له أستاذ وقال لي فأنت تشوفها الآن في تخطيط للوزارات للحين الوزارات ما صارت في البحرين وفي دار الحكومة توت دار الحكومة من بنت يعني سكرتارية فظليت قال أنا بيك تشتغل معي ولك مستقبل ويزين وأنا من اجتماعنا في القاهرة خد فكرة عنك فأبيك تكون معنا وعطاني رسالة إلى الصحة حق أودي التقرير الصحي عن سلامة يعني الجسم كشهاد نعم فقدمت غبت عن المحل حوالي أربعة أيام يعني الوالد قال لي أنا أربعة أيام الله يرحمه ما شفتك في المكتب وينك والله أعتقد أنا يبوني أشتغل في الحكومة قال أنا ما عندي عيالي يشتغلون في الحكومة ما شاء الله نحن التجار وعيالي لازم ينضمون فيها التجارة لما يكبرون يبوني يغيرون نوع التجارة هذا شيء آخر إنما موظف أنا ما أرضى وأنا طموحي ودراستي لأن الاقتصاد غير التجارة نعم اقتصاد هو اقتصاد شامل أشمل طبعا شامل لكل أوجه النشاط والقطاعات في البلد في الحكومة وليس في التجارة قطاع معين لدرجة أن قال لي أما تكون معانا أو تكون للحكومة لكن الحاثة التي ذكرتها الآن حكاية المرض والسفر خارج البحرين واضطراري لأن أقعد في المحل وأباشر العمل نسيت طموحات الحكومة ونسيت طموحات الدراسة في إنجلترا مواسطة الدراسة فاستمرت وفاءا للوالد وعمله يعني على الأقل والآن أقول لكم بكل أمانة وصدق ربما الجيل اللي يشوف هذه أو أحب أقول كلمة ولو الواحد في صباح في سن شباب أو تخرج يختلف عن رؤية أبوي لكن أنا أعتقد سمع نصيحة الأبوين أنا أعتقد واجب وتقديرا لهم الإنسان في أن يجب أن يقدر هذا الشي ليش أقول للكلام لأن أنا ممتن جدا بأني وصلت في خط التجارة رغم أنه ربما يكون لي مستقبل في العمل الحكومي لكن هذه في شأن القدر بس أنا بأركز بأن جيل الشباب اللي عندنا أن يقدرون وجهات نظر الأبوين واللي أكبر لأن الأكبر منك بيوم أعرف منك بسنة على مثل المصريين فبالتالي ما تدري شنو القدر أو الله رسم لك بعد العمل في عمل مع المؤسسة أو الدكان للوالد بعدها بسنتين دخلت غرفة تجارة صناعة البحرين واشتركت في عدة لجان يعني من أوائل من دخلوا الغرفة أنت كانت جيل الأول جيل الأول ثم بعد سنتين من انضمامي لمجلس الإدارة رشحتنا أن نكون رئيس لجنة عندنا لجنة في الغرفة يطلقون عليها الاقتصاد والتجارة وبعدها بأربع سنوات رشحت أننا كنا بأول رئيس غرفة تجارة صناعة البحرين من كان الرئيس ذاك الوقت؟ ذاك الوقت كان رئيس الله يرحمه محمد جلال وظليت في هذا المنصب مدة حوالي عشرين سنة الرؤساء اللي أتو بعد محمد جلال قاسم فخره وبعد المرحوم علي بن يوسف فخره وأيضاً في هذا المجال اكتسبت خبرة كبيرة ومجالات واسعة من العمل بالعكس أستفت من دراستي في خدمة الغرفة والقطاع والبحرين دراستي وتخصصي في الاقتصاد أقصد في هذا المجال كما نعلم دخلت في تأسيس عدة شركات تقريباً تعطيني نبذة عنها والله في وأنا في الغرفة ومع قطاع التجاري والاقتصادي أنا والمرحوم علي أمين الله يرحمه علي أمين وجهوات حبيب في هذا المكتب اللي احنا قاعدين فيه سنة 1900 وأعتقد ستة أو ثمانية وسبعين تدارسنا لإنشاء شركة العامة للمواد الغدائية رافكو وأملنا الدراسة الأولية أو جدوى من إنشاء هذه الشركة وقدمنا إلى وزارة التجارة ووافقت الوزارة فأنشأت شركة عامة مساهمة وأسهمها في سوق البحرين اللي هي ترافكو أيضاً أنا ومجموعة من التجار البحرينيين أنشأنا شركة البحرين للاستثمار مجموعة المساهمين كانوا حوالي أربع وخمسين رجل أعمال وأعملنا في الشركة ولما يات الأزمة المالية في أواخر الثمانينيات أتطرين أن نبيع الشركة إلى التأمينات الاجتماعية وكان التأمينات الاجتماعية أحد الأعضاء معاننا في الشركة وأيضاً في بداية الثمانينيات الله يرحمه علي بن يوسف فخرو اتصل بي وقال لي تعالى نبيك ورحت قال قاعد أنا أسس شركة تأمين بين البحرين والكويت والجانب الكويتي خمس شركات مساهمة عامة كويتية في التأمين ونريد أن نخلق شركة مساهمة عامة وأبيك أنت تكون معي وتراجع عقد التأسيس مع الجانب الكويتي على أي حال بلها التفاصيل وانشئت الشركة والحمد لله الآن تعد شركة من أكبر أو شركات التأمين في البحرين مو هي اللي أخذت تأمين الجسر بين البحرين والسعودية أيضاً؟ لا تأمين الجسر عدة شركات تأمين اشتركوا مع جانب السعودي لتكوين الشركة تأمين خاصة للجسر للجسر أيضاً هذه الشركة طيب في الجانب الاجتماعي ألم تدخل في جمعية جمعيات أنا أعلم أنك دخلت في جمعية مساعدة مرضى أو شيء من هالقبيل جمعيات أخرى جمعيات خيرية أسسنا جمعية البحرين الخيرية كنا حوالي ستة من رجال الأعمال مع حسن كمال أيضاً أسسنا هذه الجمعية وتقوم بمساعدة المحتاجين وإعانة الذين في حاجة إلى مساعدة وليست فقط مادية أيضاً مرضية سكنية أمور أخرى في حاجة إلى معذرتهم أيضاً كنت من المؤسسين لمدرسة البحرين بيان البحرين النموذجية والحمد لله المدرسة ماشية والآن فوق 20 سنة إذا موب 30 سنة أو أكثر ماشية في هذه هذه موجز لمسيرتي وعطائي الخدمة للمجتمع طيب المنامة ألم تنشئ فيها شركة أو مدرسة أو مشروع معين أو لأن المنامة صارت زحمة مثل ما يقولون فخرجته خارجها نتيجة للتطور ونتيجة لاتساع العمران وتداخل الفرجان في بعض أنا أتصور يعني لا تستطيع تحديد الآن الفرجان حدوداً ولا المنامة حدوداً كما أن المحرق لا تستطيع أيضاً تحديدها لأنها راحت إلى البسيطين وراحت إلى الحد والمباني تدخلت في بعض يعني لما تنشئ مثل هالمشاريع لا تنظر اليوم إلى أن تكون في حيك أو في قريتك أو في ذيك النظرة يجب أن تكون للمجتمع ككل يعني لأننا نحن اليوم من فينا اليوم لا يعمل في أي مدينة أخرى أو قرية أخرى أو في أحد ما يشتغل عندك أو أنت تود أغراض إلى القرى وغيرها فلذلك أصبحت الأمور متداخلة هذه علاوة أن الآن العولمة كما يقال الاقتصاد العالمي أصبحت قرية صغيرة قرية صغيرة متداخلة متشابكة في الأغراض وفي المهمات وفي كل الأمور أيضاً في صبايا أنا كنت من لاعبين الكرة كرة القدم انضميت لفريق؟ انضميت لفريق النسور أولاً في الفرجان لما كنا صغار كنا شكلنا فريق في فريجنا سمينا فريق النجوم وكنا نتبارى مع راس رمان نعم تغلبوهم أو يغلبونكم؟ والله أحياناً يغلبونا وأحياناً نغلبهم وهذا الملعب كان خلف بيتنا كان براحة موجودة كبيرة أمانةً يعني ساحة ملعب ساحة ملعب يعني البراحة كانت كبيرة يومياً نلعب كرة نطلع من المدرسة يدوب لقماً لقمتين واشرد روح لعب كرة هواية جميلة من أحسن ميكين كنت تلعب في أي خط في الدفاع ثم انضميت إلى النسور وتعرف النسور فيما بعد انضموا إلى النادي الأهلي وأنا في بداية انضمام النسور إلى النادي الأهلي سافرت لمواصلة الدراسة وهنا طبعاً انقطعت عن ممارسة الرياضة لكن إلى الآن غاوي الكرة وأشجع فرق واهتمامات عالمية أيضاً وتسلية في الليل لما تشوف مباراة لايف حي تقام اليوم التلفزيون ينقلك نقل حي تشوف مجريات اللعبة في أداخ تفاصيلها أحسن من واحد قاعد في الملعم يشوف أي فرق تشجع عالمياً؟ عالمياً أنا من مشجع ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجريزي الآن أخي أبو غسان نرجع إلى فريق الدواودة ونرجع إلى بحرين أول مثل ما يقولون زمان أول وأنت في الطفولة والشباب والصبا ما زلتوا سنة كم تركت فريق الدواودة؟ أه أه واحد وستين مثل ما قلت لك لما قادرت للقاهرة بعد ما رجعت بعدين حق الفريق يعني؟ رجعت بعد تخرجي كنت هناك وعشت هناك طلعت في منتصف السبعينات من الفريق ماذا كان يميز فريق الدواودة في هذا العمر الذي أنت عشت فيه؟ أنا أقول لك بكل أمانة والصدق الفريق كان كلهم محبة الفريق كان كلهم متكاتفين بيت الغني كان يعطي للفقراء المحتاجين بدون ما يدري عيال ومن في البيت الغني أن الكبير فيهم كان يعينها البيوت هذا هو الإحسان الإسلامي الصحيح وهو حديث نبوي معروف ما تعطيه اليد اليمنى اليسرى وما تعرف أنا يعني بكل أمانة أقول يوم ما كان صحنيني من بيت أي بيت من بيت الدواد اللي بيتنا يوم عيد عندي طبح غير آكل منه وأنا مستانس هذه الأشياء الإنسانية اللي تأثر في وجدان الواحد هذا الشي يجب أن نرجع له ليس باليوم أنا الحين رحت لمنطقة أخرى ما عندي علاقة بجاري كنا نعيب على الحياة الغربية بأن الجار لا يعرف عن الجار أصبحنا نفس الشي ما علاقتكم بفريق راس رمان والفاضل، البشمي، الحطب، وأنتوا قريبين من بعضكم علاقتنا كنا نمر كل يوم على هذه الفرجان بارجع إلى الدواده لكن يبت فريق كانو وفريق الحطب وغيره للمسلك إلى السوق لازم تمر على هالفرجان يوميا كنا نمر قبل لا نشتري سيارة ونذهب بالسيارة كنا نروح ماشي، ربع ساعة من الفريق إلى السوق ربع ساعة، ما في واي سيارات توقف في الطريج نسميه الرست إنك تطالع، لا أبدا تمشي وكل سهولة وتوصل عندك أصدقاء من هالفرجان كون؟ عندك أصدقاء من هالفرجان كلها؟ أي أي، عندنا بيت كانو، وبشميم، نفاضي، من الأرض طبعا بيت كانو.. فيما بعد لما كبرت أنا علاقة كثيرة وحميمة بيت الشعلة، بيت الحمد بيت الحمد دكانهم كان على الزاوية في شارع باب البحرين وكنت أنظر لهم دايما وأنهم يبيعون السقاير وكنت معجب بالسقاير أمانة وأنا صغير أقف أطل على شكل وعلب السقاير طبعاً عقب تعرفت على الأخ عبدالنبي الشعلة وهو من بيت الحمد فهد الحمد تعرفت عليه وكثيرين من بيتهم فأقول لك أرجع للنقطة الدواودة ماذا كانوا مشهورين الدواودة كعمل ومهن فريق الدواودة غالبيتهم كانوا في كهرباء تسليك تسليك الكهرباء وتصليح الكهرباء أي عطل عندك أي شيء كثير لأن غالبيتهم كانوا يشتغلون في دائرة الكهرباء لماذا محطة البحرين كانت في راسرمان أول أول يمكن زمنات وكون المحطة قريبة لذواودة وروحتهم إلى العمل هناك فبحكم هذه الصلة انضموا إلى الكهرباء طبعا محطة راسرمان كانت تغذي البحرين ثم انتقلت إلى الجفير باورهاوس كان باورهاوس موجود هناك فبالتالي بحكم هذه كلهم تقريبا في سلك الكهربائي ومنهم بحارة لأن فريج الدواودة ورأسرمان أيضا يعني الشارع الذي كان يفصلنا عن البحر شارع القصر القديم شارع القصر القديم كلها الشوارع والعمارات ما كانت موجودة وين وزارة الأشغال حاليا هذه كانت حوالينها البحر وكانت دائرة الأشغال وكانت من دورين ومبنية تقريبا شبيهة بمبنى المحاكم اللي في السوق جدام جيش المال وجدام بنك البريطاني كانت دائرة الأشغال بهذا الشكل فريج الدواودة ناس طيبين لما تمر الكل يسلم عليك الكل يعرفك فريج وأولادهم كن يعني منهم منضمين ويان في الفريق فكانت علاقتنا علاقة قوية الجانب الآخر بغض النظر عن الصراع الكروي ويراس رمان إنما كنا أيضا أصدقاء بعضهم أصدقاء بيت الخزائي مثلا مجلسهم خزائي بيت علي العرادي بيت عبد الرسول اللي هو مال اللؤلؤ والتجارة اللؤلؤ والذهب من البيوت الأخرى دكتر حبيب كان لكم علاقة فيه؟ لا والله حبيب أنا لما صار طبيب تعرفت عليه قلت له والله أنا ما كنت أعرف أنه أنت من رأس رمان أيضا يعني شو علاقة تكون بحالة بن سوار وحالة بن أنس كانوا قريبين حالة بن سوار قريبة وليست بعيدة لكن مبقريبة جدا أتذكر الله يرحم الأخ وتوفى من قريب جاسم بن سوار شخصية معروفة كانت وبدر بن سوار وأخ اسمه محمد كانوا بعيدين عنه وليس قريبين لأنهم يروحون جريب الحورة نعم قريبين للحورة أكثر مما يكونون للذواودة طيب نرجع إلى نختمها بالبيت الصغير متى تزوجت بغسام؟ تزوجت طويل العمر سنة ألف وتسعمية واثنين وسبعين من أي بيت من أي عائلة؟ من عائلة بيت شيخ سحاق نعم إلا في راس رمان والحمد لله كونت لي أسرة من من تتكون الأسرة؟ أسرة من ولدين وثلاث بنات غسان ومن؟ غسان وصارة مونة وريم وفيصل الله يحفظه الله يخليك سلمك بهذا الشكل هل كان الأسرة دور مهم في حياتك التجارية والاقتصادية؟ كزوجة؟ كأبناء؟ والله سؤال جدا وجيه وفي الصميم يعني العائلة والأسرة طبعا أصبحوا الجزء الأكبر في حياتي هذه الشركة أو غيرها من الشركة؟ لا لا أجيك عن الشركة لدرجة أن اثنين من شركاء في هذه الشركة والشركات الأخرى كنا أصدقاء منهم؟ وهم واحد الله يرحمي ينقال لعبد العزيز السحاق عبد الرحمن أخو زوجتي والثاني يوسف محمد نجيبي أيضا ابن أخذ زوجتي كنا أصدقاء هم من بيوت التجار كذلك أنا أسسنا ثلاث شركات ولم نعتني في هذه الشركات كل واحد فينا الاثنين هم فتحوا محل في دبي واستقروا في دبي وأنا طبعا بحكم ما سردت الموضوع مسبقا كنت عند المرحوم الوالد إلى أن اتزوجت فاتفقنا ليش ما نسوي ثلاث شركات كل واحد بتسميته في البداية اشترك معنا مهندس إنجريزي هذا المهندس كان مصمم للعمارات فسميناه شركة سيسكون بناء على سيستم ديزاين ان كونستركشن كومبني اختصارا سيسكون بعد عملنا بسنة حصلنا على وكالة ما سيبش الله يرحمه للوزير حبيب قاسم قال لي حسن ما يصير وكالة ومعاك شريك أجنبي نعم قلت له أرجوكم هني سنة بعدل الوضع القانوني وساعدها بحكم عملي وحامل الغرفة والسفريات الكثيرة مأمورية الغرفة طافت سنة وأنا نسيت عندك تجديد سنة القادمة قال لي ما سويت شي خلاص بشطب أنا قلت له أرجوك خذ عهد خلاله ثلاثة شهر بخلص لك الموضوع جيت عند الإنجريزي وقلت له القانون ما يسمح ان يكون عندنا وكالة أجنبية وانت شريك أجنبي الناحية الفنية أيضا إحنا لا نفهم لا ندري عننا أي شيء الرسومات والدزاينات وكل هذه انت أخذ الناحية الفنية والناحية التجارية إحنا حبيا بنفس الشركة الاثنين انت تروح والله يوافقك وانحنا نروح والله يوافقنا عملنا ذلك سجلنا الشركة وذي هذه أحد أسباب الزواج الشركة و صلة أو تأثير الزواج على الناحية العملية طبعا اثنين الشركة الله يرحمهم توفوا بالنسبة للأسرة وتأثيرها طيب المرأة بشكل عام سواء كانت زوجة أو أم أو حتى أخت أو حتى أجيران وأصدقاء ألم يكن لها تأثير أو دور في حياتك كعنوان المرأة لها دور كبير دور تدفعك أنك تهي العمل وانت مرتاح البال وتعطي قوة دفع ل تنظر لأمور الشركة وأمور الحياة ثم أجمل شيء الله خلقه في الوجود المرأة المرأة هي كزهرة أمانة هذا ليس غزلا إنما الواقع ثم المرأة جزء المكمل للرجل في المجتمع لا تستطيع تقول هذه مرأة لا تقدر تسوي شيء ولا تقول أن هذا رجل لا يستطيع أن يعمل ذاك الاثنين يكملون بعض وبالتأكيد أم غسان كانت السند لك في هذه الحياة أنا قلت السند الكبير أن أسسنا الشركات بين الاثنين من جماعتها لكن كنا أصدقها من أيام المدرسة مع بعض سبحان الله كنا أصدقها بدون أي شيء ثم حدث بقدرة قادر هذه المصادفات اللطيفة الطيبة فالله بارك ثم في الشراكة هناك نقطة مهمة أحب أن أركز عليها الشراكة بركة طالما الشركة نيتهم صافية ويبعض إذا النية شانت بين الشركة فالبركة تروح ولذلك كل ما الشركة استقوت رأس مالا وشركاء كلما كانت أقوى في العمل لأن اليوم العمل الجماعي هو العمل الناجح العمل الفردي لا يستطيع في ضمن المنافسة في الظل النفقات الباهظة لإنشاء أي مشروع إلا بالتكاثر طيب أبو غسان في نهاية حوارنا وأنت من حوار المنامة وفي هذا العمر وبعد هذا النجاح الاقتصادي الكبير ماذا تقول للشباب الآن الشباب لا شك أنهم عماد المجتمع ومستقبل البلد أي عمل حتى الوظيفة مش عمل حر أو عمل تجاري يجب تخل في بالك ثلاثة أربع مبادئ رئيسية الأول الاقدام على أي شيء يجب أن يكون وفقا لدراسة الدراسة ما أقصد أنه واحد يقوم يسوله دراسة ستين صفحة عشرين صفحة دراسة الأولية اللي تبين لك مدى نجاح هذا الاقدام النقطة الثانية في أي شيء يجب أن يكون الصدق والأمانة عنصر جدا مهم عنصر لا تستهين به في أي عمل لأن هذا سيقيم وهذا رح يرفع من شأنك في الوظيفة في العمل أيضا وفي التجارة إذا كنت أمينا في التجارة يثقون فيك أكثر النقطة الأخرى أن يكون التآلف ويجميع من تتعامل معهم أن لا تتعامل بعنجهية أن لا تتعامل بنظرة فوقية هذه العناصر مهمة جدا في العمل النقطة الرابعة والأخيرة إن كان الاتجاه إلى مشروع خاص حتى المشروع الصغير والمتوسط يحتاج لرأس مال هذه الأيام لأن برأس مال قليل لا تستطيع مجابهة العمل بالمثابرة وبالاجتهاد وبرأس مال معقول تستطيع إنجاز الكثير أنك أنت تصبر والثابر وتواصل والدوم على اجتهادك حسن محمد زين العابدين حكاية المنامة أقول لك شكرا وأنا أقول شكرا لكم على استضافتي وأرجو السماح في بعض الأمور الذاكرة لا تخدمني لكن إن شاء الله إن قدرت أنا أضيف شيء يستفيد من هو يطلع أو يشوف هذه شكرا لكم موسيقى